مهنة المحامة عن الأستاذ حسيف بن شيبة شنو عندك تقدم ولا أقدم مذكرة الدفاع وحافظة المتسندات وصمم على دفاعي هذه استنبه معروفة وكاملة هذا ما اعتبره محامي أمانة كابون تتعلمون هذا شغل واحد كأنه بندوب مع اعترامي وصلت تعطيت الملف خلص الموضوع تعال بتخليص معاملات المرافعة باشر أساسيات شون توقفون جدام المحكمة ترى فيه فن المرافعة الشفوية وفن المرافعة الكتابية احنا المحاسبة عندنا نوعين عندنا يا جمعية محامين تأديبي يا عند النائب العام قمنا دورات كثيرة من محهد الكويت للمحامة والدراسات القضائية الدراسات القانونية في المحهد الكويت ويترأسها مديرها الأستاذ غانم للصيل وانا اليوم كمدير دار التنسيق والإعلام في هذه المحهد فاليوم عطيتم بعض الدورات عن طريقة الصحف الدعوة وطريقة رفع صحيفة الدعوة وطريقة الإجراءات والآلية في العمل الإداري للمحامي فهو أهم ما يملكه المحامي هو العمل الإداري وطريقة رفع الدعاوي وطريقة رفع أمور الصحف والرسوم وغيرها من ذلك فالله يوفقهم ويطولهم بأعمار ويكونون من أحسن المحامين المحامين الكفء في مهنة المحامة والجمعية المحامين تطلع محامين بدوراتها محامين جدد ونعمل جدد